السلام عليكم وصوتنا اليوم تاكو بالدجاج الدجاج ده طريقته مر لذيذة وسهلة وكما تقدروا تاكله في وصفات تانية غير التاكو تقدمه جمب بطاطس او اي صنف ان تحابينه جدا لذيذ اليوم حنسوي ان شاء الله بطريقة التاكو اول شيء نديد 5 فصوص ثوم وعندي ربع حبة من فلفل البيبار او فلفل الرومي اي رون متوفر عندكم او حجم صغير من الفلفل البيبار وعندي هنا تقريبا نص كاسم من الكزبر الخضرة واربع ملاعق من زيت الزيتون او ربع كاسم نخلطهم في الخلاط وبعدين نضيف عليهم 130 قرام من مجون الطماطم ما يوعد العلبة كاملة من الحجم الصغير وعندي هنا البهارات عندي مسلة الخاصة بالبطاطس ملعقتين سكر وملح ملعقة كبيرة ملح نحطهم فوق المكونات ونخلطهم كمان بالخلاط وكذا تكون جهزة التتبيلة معانا وعندي صدور دجاج تقريبا 200 قرام اذا كانت قطعة الدجاج متينة اكسموها بالنص عشان تكون شوي رقيقة وتستوي في الفرن وننزل الخليط اللي سويناه فوق الدجاج ونوزعه في جميع انحاء قطعة الدجاج ونقلبه تماما وندخلو التلاجة حتى يتبّل ساعتين او ساعة زي ما انتوا حابين وطبعا لازم نغلفه عشان لا ياخذ ريحة من التلاجة او التلاجة تاخذ ريحة منه وعندي هنا بعد الساعة بعد ما تتبّل ساعة نرصه في الصينية طبعا لازم تكونوا مشغلين قبلها الفرن على 180 درجة ونحاول نقريبهم جنب بعض والخليطة الباقي نحطوا فوق الدجاج يعني لا ترمو وندخلوا الفرن لمدة 45 دقيقة او اذا ما تحمر من فوق عادي زودوا للوقت حتى يتحمر طبعا ممكن انت تستخدموا خبز الترتلة الحجم الصغير اللي مرة يكون صغير انا والله دورتها عليه بس ما لقيته فقلت خلينا اسوي احسن الخبز في البيت عندي هنا خمسة كاسات دقيق وملح وعندي نصف كاسة من زيت الزيتون وكمان اضفت شوية من بيكم بودر طبعا هذا الشيء مهو ضروري بس حبت يكون الليش او الخبز شوية لين او ممكن تضيفه خميرة زي ما انتوا حابين لكن ابدا ما هي ضرورية وطبعا الماء الحسب العجن لازم تكون موعدة في ونترك العجنة ترتاح 10 دقائق ولصوص التاكو عندي عصير ليمون الحجم الكبير وبصل اخضر حبتين بصل اخضر بس اخدت الجزء الابيض وفصين ثوم وكمان كزبرة خضرة تقريبا ربع كاسة يعني 30 جرام كزبرة خضرة وعند نعناع ناشف او نعناع طازة المتوفر عندكم كله نفس الشيء وملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من صور كريم او لبن زبادي لو مو متوفر عندكم او جبنة كريمية عادي همشي ملعقة واحدة ونفروضهم مع بعض تماما حتى يكون الصوص مره ناعم ويكون كذا جهز والعجينة انا فردتها بالطريقة واستخدمتها الزبدية دي البلاستيك الحجم المناسب اللي انا حابته لما انتهيتنا كمية كلها ولازم يكون سمكة للعجينة او الخبز بذلك شكل ما يكون امتا من كلا وطبعا لازم يكون الصاج مره حار نبدأ نشوح او نبدأ نخبز اقراس الخبز دي الطريقة وهنا بعد ما خرج الدجاج من الفرون ما شاء الله تبارك الله الريحة مره رهيبة والدجاجة مره ما شاء الله طرية ابدا ما هي ناشفة ولا هي قاسية وطبعا هذا الحمار حمار الصوص ما هو حمار الدجاج مره ما شاء الله تبارك الله لحالها الدجاجة كذا مره رذيبة المهم نقطعه كذا بالشوكة لان ننتهي من الكمية كلها ونبدأ نحط الدجاج فوق الخبز وفوقه الصوص طبعا نحططه هنا في كيس الكريمة او اذا عندكم العلوبة الخاصة بالصوصات يعني يسهل المهمة وقطعت شرائح من الفجل ممكن تزيدوا كمان شرائح بصل شرائح طماطم فلفل اخضر فلفل احمر اللي انتو حابينه طبعا هذا على حسب ذوقكم وكذا تكون الوصفة جهزت صراحة مرة سهلة ولذيذة مرة ما شاء الله لذيذة او الخبز اطري ولا الدجاج اطرة صراحة الصوص شي تاني ابدا لا تستغنوا عن الصوص في هذه الوصفة جربوها وان شاء الله رح تعجبكم وبإذن الله رح تنجح معاكم مليون في المية وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ولا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات ومع السلامة